نساء الخير وكل سنة وانتو طايبين متهياء لي ان اغلب الرجالة دا لو ما كانش كلهم بيعدي على دماغهم السؤال دا يا طرى لو مت مراتي هتتجوز بعدي انا اعرف رجالة قالت لمراتاتهم كده بالزبط وفي منهم اللي خد منها وعد انها مش هتتجوز حد تاني من بعده ومنهم اللي بيوصل بيه الحال انه يكتب وصية لو مراته تجوزت من حد تاني بعد وفاته تتحرم من الميراث طب لو فيست وعدت جوزها بحاجة قالت له ما يشي انا موافقة على حاجة زي كده تعمل ايه لو ما شعرها وقلبها اتحركوا لحد تاني بعد وفات جوزها دا السؤال اللي سألته مادام مونة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي حبت بعد ما جوزها توفى حبت مين اخو المتجوز تيجو نسمع الحكاية من اولها ونشوف مادام مونة بعتها تقول لنا ايه اسمي مونة وعندي حاليا اربعة واربعين سنة بشتغل موظفة في منصب مرموق وعندي كل النعم اللي ممكن اي انسانة تتمنها من ربنا بس مش مبسوطة لاني وقع في مشكلة كبيرة ومش عارفة احلها ازاي بصراحة انا متابعة برنامجكم بقلي فترة طويلة باحترم طريقة تفكيركم مع القصص اللي بتجيلكم والدكاترة المحترمين اللي بيقولوا كلام بيقنعني في حل المشاكل عشان كده بعدتلكم النهاردة حكايتي باختصار اني بعد ما اتخرجت اتجوزت من ابن خالتي لمدة شهرين بس وحصلت بينا مشاكل جامدة انتهت بالطلاق وخرجت من الجوازة دي حمل في ابني كبير اللي بالمناسبة اتخرج السنة اللي فاتت وربته احسن تربية الحمد لله بعد الطلاق بفترة ربنا رزقني وعوضني براجل صعب يتكرر تاني راجل عظيم بمعنى الكلمة كان ارمل وعنده ولاده طلبني للجواز ووعدني انه هيعمل ابني كأنه واحد من ولاده بالزبط وشفت منه في فترة ارتباطنا كمية حنان مش طبيعية معايا ومع ابني اتطمنت له ووفقت وطلع بعد الجواز كمان احن مما كنت اتخيل لدرجة اني نسيت تماما انه مش ابو ابني وهو كمان نسي وبقى فعلا ابو حرفيا عشت معاه 14 سنة حب واحترام كنت انا كمان فيهم الام التانية لولاده وكانت علاقتنا ببعض فوق الوصف بفضل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما جت لحظة غير متوقعة حصل فيها امر الله وتوفى جوزي في سن صغير اكيد طبعا متخيلين الوجع ساعتها كان عامل ازاي لكن ما كانشه قدامي غير اني ارضى بقضاء الله واقول الحمد الله وربنا يعيني على تربية ابني وولاد جوزي زي ما كل حاجة كانت ماشية في حياته الكلام ده كان من 4 سنين بالزبط يعني كان سنة وقتها 40 سنة وده سن ما نقدرش نقول عليه كبير وبتكون فيه ست لسه بكامل مقاومتها وخصوصا لو كانت حلوة وعندها من المال والظروف اللي تخليها ما يبانش عليها السن لكن قلت النفسي ساعتها انسى كل الافكار دي وارضب نصيبي محدش بياخد كل حاجة وفضلت في بيتي مع ابني وولاد جوزي مكملين العهد وكملت في وظيفتي اللي الحمد لله فما كان محترم ده غير اني عندي خير كتير ورسته من والدي الله يرحمه غير اللي ورسته من جوزي الله يرحمه بس ما كنتش مبسوطة بسبب فراء جوزي ما كنتش قادرة أعيش من غير حبه وحنانه وكمان توجيهاته كان شخصية قوية ودماغه كبيرة وكمان قراءه كانت حكيمة جدا لقيت نفسي عايشة تعبانة مهزوزة مش حاسة بحياة فيها روح بعد ما بقت حياة جمدة كده كلها مسئوليات وفيها مجهود غير عادي فجأة جالي إحساس غريب عمري ما كنت أتخيل إني همر بي وبدأت مشاعري تتحرك ناحية أخو جوزي وبعد ما كنت فكرة إني مستحيل مشاعري تتحرك تاني ناحية حد تاني هو كمان حبيني قوي قبل ما أحكي لك بقي التفاصيل يا سالي محتاجة أأكد لك الأول إن أنا عندي مبادئ وصدقيني إحنا عائلة محترمة جدا وأكيد أنت وكل الناس عارفين إن الحب شعور ما حدش عارف يفهمه ولا حد عارف بيحصل إزاي وليه وإمتى وكأنه حاجة بتنزل علينا من السماء غير ما نقدر نتحكم فيها وده اللي حصل بالزبط بيني وبين أخو جوزي اللي كان بعد وفاته هو الظهر والسند بحكم طبعا ربطة الدم والعلاقة الكويسة اللي كانت بينه وبين أخوه قرب مننا أكتر بعد الوفاة عشان يشوف لو محتاجين أي حاجة بقى على طول يسأل علينا بيحاول يساعدنا بكل اللي يقدر عليه ومع القرب اللي حصل بزيادة بدأت أشوفه ويشوفني بشكل مختلف فجأة رجعت لي الحياة من تاني من بعد ما كنت بدأت أحس إن اتحولت الآلة رغم إنه متجوز ومخلف والمصيبة إن مراته كمان صاحبتي ولاده علاقتهم كويسة بأولادي ولاده روحي فيهم وهم كمان بيحبوني جدا ومراته حد غالي علي فوق ما تتخيالي بتجمعني بيها علاقة حب واحترام قبل ما حد فيكو ينصحني صدقوني والله العظيم أنا حاولت أهرب من مشاعري كتير جدا عملت أقصى معندي بس ما فيش فايدة وما قدرتش غير إني أشوفه كتير بحكم الأرابة والعيلة لما قال لي إحنا بنحب بعض ولازم الحب ده ياخد شكل شرعي يرضي ربنا ومستعدة جدا إن أنا أتجوزك وقدام كل الناس وقلت له ما ينفعش إن يرتبط بيك بشكل رسمي طيب أنا عايز أوقف هنا دقيقة أنا سبتك يا مدام وأنا تحكي القصة كلها من الأول بس أنا اللي هي تعليق اللي أنا فهمها من كلامك دلوقتي إنه حضرتك موافقة على الجواز بس عايزي يكون في السر صح ولا إيه؟ تعالوا نكمل بقية القصة غصبة عني فكرت إننا نتجوز في السر أنا مش هقدر أجرح حد وأبني ساعدتي على كسرة قلب مراده أولا قدر الله تحصل بينه وبينها مشاكل تهد بيتهم وتخلي ولاده يكرهوني ده غير إني مش هقدر أواجه ولادي بالموضوع ده أبداً وفي نفس الوقت مش هقدر أعمل حاجة غلط ممكن تغضب ربنا سبحانه وتعالى لإني الحمد لله ما خاف من ربنا مش لاي قدامي أي حل يخليني أكون سعيدة أنا فكرت اتجوزه على سنة الله ورسوله بكل أركان الجواز بكل أركان الجواز الصحيح وبدون علم حد إلا بعض الناس القريبين جداً مننا وده عشان أعرف أكمل حياتي أنا عايزك تحسي بيا يا سالي وأقسم بالله اللي حصل ده حصل غصبة عني وخارج عن قرطتي متأكدة إن أخو جوزي هيرعي ربنا فيه بس مش عارف التصرف ده هيبقى صح ولا غلط صدقيني أنا مش عايزة حاجة غير الحب وبالحلال عايزة أحب وأتحب أعيش زي أي إنسانة لسه سنة صغير وقدامها العمر الطويل واللي شجعني أكتر كلامك في الحلقة اللي فاتت اللي تكلمتي فيها أنت وضفتك إنه الستة لما جوزها بيموت مش لازم تدفن نفسها بالحياة وتحرم نفسها وفي الآخر تقعد تحسابهم على تضحيتها دي قولولي أعمل إيه قولولي أعمل إيه شفتوا باب ميجا عند الحد إيه قولولي أعمل إيه وإحنا بنقول نعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة مدام مونة موضوع صعب جدا محير عايزة أقول لكم لما بتيجي قصة زي دي حتى في قصة حقيقية بنبقى فريق معه وفريق ضد حتى لو يبانوا إنه من أول لحظة أن كلام مدام مونة غلط أو لازم تبعد عن أخو جوزها اللي ما تجوز أو إنه مرات وصحبتك بس مش بالسهل كده إنه إحنا نقول لأرملت فيني نفسك بالحياة ما هي بتحب وبتتحب قلبك ده ترمي ما تحبيش تاني وبعدين إحنا مش هنا عشان نحكم على حد صح؟ إحنا منفكر معاكم بصوت عالي بس الموضوع ده فيه كلام كتير استنونا بعد الفاصل قصتنا النهارده عن مدام مونة اللي جوزها توفى فحبت أخوه وهو كمان حبها عرض عليها الجواز بس المشكلة إنه متجوز مونة ستة حالو عندها فلوس ورستها من والدها وجوزها شغالها في وظيفة كبيرة بس من ساعة وفاة جوزها وهي حاسة إنه في حاجة نقصاهم حاجة مخليها عايشة زي القالة من غير مشاعر في الوقت ده كان أخو جوزها بيقرب منهم كل يوم عشان يسأل عليهم ويساعدها في تربية ولد أخوه ومراته صاحبتها جدا بس مع القرب الزيادة لقيت نفسها من غير ما تحس بتتعلق بأخوه هو كمان بيتعلق بيها حبه وهي حبته حاولت تبعت كتير بس ما قدرتش عرض عليها إنه يتجوزها في العلن قدام مراته قدام الدنيا كلها لكن هي رفضت عشان ما تكسرش قلب مراته ولا تصدم ابنها ولا تجوزها لكن برده ما قدرتش تبعلي عنه بتفكر دلوقتي تتجوزوا في السر وشايف أنه ده أنسى بحل ويرضي جميع الأطراف عشان كده منورنا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف ممكن نعمل إيه في حكاية مونة زيك يا أمل حاشتيني يا سادي أحنا سادي في الدنيا عملي يا موالي الحمد لله رب العالمين بقولك إيه إيه ما رأيك في قصة النهاردة ما رأيك؟ أنا بس مش عايزة أجيب الموضوع من الآخر ولا عايزة يعني أقول كلام يعني يتاخد علينا إحنا نحل الموضوع حتى حتى أرجوك عايزة تسأليني ولا تكلم أنا على طول لا تكلمي أنت عارفة أنا عايزة وأنت بصتي في عنايا وعرفت والله الأسئلة اللي أنا عايزاها وعارفة رأيي تقريب أنا عارفة رأيك بص يا حبيبتي أنا ضد التعمين وضد أنه نقول الكلام اللي حنقوله النهاردة ده يمشي مع أي حد عنده نفس الظروف فأنا عايزة أبتدي كده أنه الكلام بتاع النهاردة خاص فقط بالبطلة دي وبصي هنعمل كده ونقول للتعمين نعمل كده ونقول في حالة التعمين تمام دي أول حاجة تاني حاجة أنا عايزة أقول للبطلة بتاعتنا الجميلة انتبهي للفرق ما بين المرأة والرجل وإحنا عايزين الحاجة كستات بنبقى في حالة ما بنزلل كل العقبات لكن لما الحاجة دي بنحصل عليها إحنا كستات بنعرف نعمل مجهود بنعرف الرجالة مش كلهم عندهم نفس الطريقة دايما نفرق ما بين النوع المشكلة من طرفين فيها راجل وفيها ست فالراجل لما بيكون عايز حاجة بيوصل لها الحفاظ عليها والأداء بيختلف عن لما كان عايزها طبعا تمام؟ حد كده حد كده احنا متفقين عرفوا صحابي ماهودا غلط قولي بقى ماهودا غلط أيوة أنا عرفت صحابي وصحابك ومخارجين نخرج مع بعض ومعارفين بسيب ثبت علميا بالتجارب وبالدراما يعني أنا يحضرني جدا أقول لها فيلمي اتفرجي على فيلم أيام في الحلال وهذا الفيلم العبقري اللي كان مش عارفة مين يسعب عليكي أكتر من مين ومش عارفة تتعاطفي مع مين والسي بي مين وكانوا كلهم عبقرة الأحياء منهم والأموال أي أنا بحب قوي أستشهد بالدراما طبعاً دي دي مريت الواقع الله يناور عليكي ولكن أنا في الآخر حقولها ده في آخر الحلقة إيجابيات إنها تتجوزوا وسلبيات إنها تتجوزوا في السر صحيح قصة هي وفي العلانية خلينا نمسك واحدة واحدة هي دلوقتي أنا بقول لها وأنا ستة أكبر منها وعندي خبرة وبقالي أكتر من 20 سنة بشوف مشاكل حقيقية وقصص حقيقية في الأماكن اللي بشتغل فيها وفي التليفون وأونلاين وفي كل حتة وبنشوف فيها الدراما وبنشوف فيها صحاب وماعرف وكذا سابعة علمياً يا بطلتنا إنه إيش حاجة اسمها جوز في السر يعني إيه يعني إيه بقى يا حم تتي جوز في السر وفي مليون احتمال لمليون ظرف إنه الأشخاص اللي يهموكي إنه هما ما يعرفوش يعرفوا طبعاً أنا مافيش حاجة اسمها لإنه بطبيعة الحال مافيش سر بيطلع بره تنين مافيش سر بيطلع بره واحد أنا دل أعرفه طبعاً ما سرك طلع منك ووصله هو لي حافظ على سرك وإنت ما عرفش تحافظ على سرك لازم تبيعامل حسابك طبعاً يا أستاذة مونة إلا أمك طبعاً عشان ما لا تضربش يا أستاذة مونة إنه فيه احتمال ولو واحد في المليار إنه يحصل ظرف يخلي الموقف أكبر منكو طبعاً وهيترتب عليه عواقب أكبر منكو هيتجرح فيها بقى مشاعر ابنك طبعاً مشاعر ولاد جوزك المتوفي مشاعر ولاد جوزك اللي حيبقى مفروض جوزك مشاعر مراته حاجات كتير قوي حتبقي صدقيني مش قد ده طبعاً أنا أريد سألك على حاجة قبل ما تسألين فمع إني أنا كدكتورة أمل محسن استشاري استحان نفسي وكإنسانة وكإمرأة وكأم وكنموذج ضحة كتير علشان ما تحطش في ده ولا حد يتحط في ده ولو عاد بي الزمن تاني هيعيش نفس التجربة ولكن ده مش معناها أني بقول لها إحرقي حياتك وضحي زي لا مش معناها أني معودش هزل مش معناها أني ألاقي نفسي عندي وكبارت يا محسن وربيت يا محسن وعملت يا محسن زي ما موي بتقعد تعمل لنا وعادت جنب الحلل وعملت لك ما فيش أمة بتقولش كده مطلقة أو أرملة أو أي حاجة كل الأمهات في جملة ضحيت عشانك وعملت عشانك وتزلت عشانك في جملة ثانية عحلة بقى سمعتين قبل كده أنا عيشت حياتي كلها وسط الحلل بسببكم دي جديدة أنا ما بطي بتعلي عكل لا أنا بتعلي عكل بتعلي عكل ما بطي تعمل لأي عايزاء دي ست الكل أنا بصعب إيه الحلل يعني لازم الأم ضحت أو ما ضحيتش لازم هقول المصطلح ده هو الأم في القرآن وفي السنة وفي جميع الأديان هيها وضع مختلف كأم قرنا الجنة تحت أقدم الأم كما تبست يا ستي وتسبينا نعيش ثانية واحدة بقى سيشان ما نتوهش من بعدينا ولا نتوه الست الغالبرة دي فأنا عايزة أقول لها ليكي كل الحق أنك تحبي ليكي كل الحق أنك تتحبي ليكي كل الحق أنك تتجوزي ليكي كل الحق أنك تضرب لك تعظيم سلام ليكي كل الحق أنك تعيشي حياة كريمة بس ليكي كل الحق أن أنت ما تصحيش من نوم تلاقي نفسك عندك خمسين ستين سنة أعدى شواء أعدى عايش الوقت والعايلك جوزت وأعدى لوحدك بتشحتي اللي يوديكي للدكتور ولا ليقعد معاكي شوية ولا يخرجي الخروجة طبعا ولا يوديكي مشوار طبعا لأنه ده ناسك مش معناها أن أولادنا وحشين ولا أنه لا صحابك ينجري عليك سنة كونية الدنيا كده تمام بس إيه بقى بعد كل ده ما فيه بس عشان عايزة أنا فيه سؤال بس محير جدا بس الوضع الوضع محير جدا ليه؟ لأنه ده أخو جوزك يعني أخو الراجل اللي كنتي متجاوز زي اللي انتقل متجاوز استاني بقى أنا عقفة عند الحتة دي أنا عايزة بس أقفة عند متجاوز دي أقفة بس أيوة تعالي بقى هو ده سألها أولك استاني بقى أمل ليه يا أمل الست عمومة مش أقوله الست المصرية الست العربية أو الست اللي عيشها بره أو كده ليه أنا نيه قوي كده؟ ثانية واحد إيه يعني لما جوزها تشاركها واحدة فيه؟ لحظة نقفة ليه الست كده؟ لحظة لحظة عشان أنا سمعت السوعدة والسوعدة بستفزيني ليه انتوا كده؟ جاوبي ساليا عبدالسلام تخيالي بعيدة عن الهواء وبعيدة عن الحلقة بيني وبينك تردي عرضة بي تردي إن جوزك يشتركك فيه حد تاني الله يهديه عمر ما يقولها الله يهديه لا طبع يا جماعة يا جماعة مفضلكوا بس معلومة علمية ده لو قلبي هيا شاركني فيه لا يا حبيبي خفى لك لا طبعا معلومة علمية اتثبتت بالتاريخ ليه بقى احنا كده؟ بشدت هقولها لك وركزي معايا كده ها فيها جماعة والله العظيم فيها جماعة لحظة مش مكتوبة وصفها في الكتب ولا فيه أي علم أو عالمة هتقدر توصفها في مرجع بتحصل لما ست بتحب جزها وتتخيل أنه في اللحظة دي هو يعاشر امرأة أخرى هي بقى السكة دي منتقبة محجبة أي أن كانت عقدتها أي أن كانت ثقافتها في حاجة شوفي أنا قلت إيه ما يتركتبش ما تتحللش شيء ما يتسميش تقولي بقى نار تقولي أي مش هادر يعاشر إيه أمل أنا لو شفت فترة وغريزة وحدة تاي بصة مهما كانت نار مهما كانت موافقة وعارفة المدشر يا ربنا وعارفة إنه فيه ضرورة الست بعدين أنا بكلمك عنها لأيكو عنده كل الستات سواء كان جهاد ولا مش جهاد يعني آه هو ده جهاد اللحظة دي كلهم بيحسوها طب تفتكر مراته هتزعل فيه واحدة بتعبر فيه واحدة بترتكب جناية يا جماعة هم مش قصدين يأذوا هي لحظة أنا كامرأة فيه غريزة يعني هاري سود ده دلوقتي كذا كل واحدة بقى وشطانها طب أنا هسألك على حاجة فطبعا نعمل حساب طب لو درجة إن مراته دي اللي هي صحبتك أيوا تعالي بقى أسألك بقى لو درجة حبها لها كبيرة قوي وصعبت عليها عشان ظروفها هل ممكن مراته توافع أنه يتجوز مرات الأدهى والأمرم السؤال اللي بتقولي ده إن الأستاذة مونة شخصيا هي اللي احتمال تقلب كرسي في الكلوب لأنها ممكن من شدة تعلقها وحبها لي بعد شوية هي عندها احتياج وقرض عطشانة فهي ممكن تبوز الدنيا وتبتيجي تقوله أنا فين وانت فين وانا بحتجالك تسألك سؤال وممكن هل تجيب كرسي في الكلوب وتقلب الدنيا هو أنت جبتي كل ده من المواصفات إنه ما تطلعش غير من ستة قوية جميلة معها فلوس مش هترضى مش ريك فهتخش تاخد الحاجة التانية بتاعت حد تاني وما ترضىش أن حد يشاركها فيها لا يعني هي عمرها ما هتعمل كده عمرها ما تيجي تقول أنا مش عايزاي يبقى زوجها هي في وم الأيام أو أنت مش مرتاح لو كنت مرتاح معها ما كنتش بسط لي لا 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 لو كنت مرتاح معها ما كنتش أخلقها لا 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 هي أنبل من كده انا بكلمها من جو قوي كامرأة وكسيت شغلتي نفسية البشر طب هي لما تبقى أرضعت شونة وعايزة بقى أنه حد وحبه حبيبتي سبق بالتجربة العلمية هتعمل ايه إن لو كان أنا بس لسه جايالك أنا كل ده بنقول حاجات لسه بقى هنتكلم هو ده حب حقيقي ولا لا بس أنا بريت الحلقة على المعطيات اللي عندي في الورقة وفي احتمالات ثانية واحدة يا سالي أنا عايزة أوصل لها حاجات تفيدها تمام لأنه في نظرية في علم النفس اسمها الإحلال يعني ايه يعني أنا فقدت أخوي الوحيد في حدثة تسع ومن هو عنده تسع وعشرين سنة وكان أصغر مني بسنتين أنا بدرب دايما بدرب مثل يعني شان ما جيبش سينة حد سبكونشس العقل اللواعي بيدور على الأخ المديل مين هو في نبتدي بقى ندور في حياتنا الإحلال بكلمة كان عزيزة الأحلال آه فبندور على الأخ البديل تبتدي بقى تشوفيه في حد من صحابك في حد من قريبك في حد من زميلك في الشغل في وعندما يعني المثالية والإخلاص وكده لكن سبكونشس في حاجة جوها عايزة واحتياج أدمي بشري محتاجة زوج وكامباني وبرتنر إحنا كبنى قدمين في العادي لما بنفقد أي حد لازم ندور على بديل يعني لقدر الله أم صحبة أم أب أخ زوج صديق في نظرية في علم النفس كده اسمها نظرية الإحلال عرفة اللي بيخسر فلوس وإلعب عشان تعود طبعا هي مفاهيم مختلفة للإحلال طب لو ما كانتش فيه إحلال صحي وفيه إحلال مرضي ما فيش حد فقط غالي المكان عنده فكرة الإحلال عشان ما بيبقاش عنده توازن ساعد يا جماعة ده طبيعي صدمة إنكار طبيعي حاجة بقى ثانية لو ما كانش جزء هتوفى كنت هتفكر فأخوه برد عمرها هي شفته بعد أربع سنين فده يودينا ليه أنا لأتي عايز أشرح ليه الإحلال ليه أنا واحدة كنت أصلاً عنيت من ابن خالتي وبعدين جي الراجل ده كان ما شاء الله وهي وهي ست فيها نبل إنها شكرت كده فيه وقالت كل الحقيق هي كويسة هو كويس هي رب تعياله وهو رب ابنها هو كان راجل وهي يعني مش محتاجة أقول كتير في الحتة دي محتاجين نقوله إن هي مش قصدها هي فجأة صحية من نوم لقيت الإحلال ده حصل بدأت أنا أقولك هي بتعمل إيه بدأت تحس الله أنا فرحانة أنه جاي الله ده أنا بحتاج أتكلمه الله أنا حاسة ببهجة وهو موجود أريد أن أضع قليل مايك أب عبد ما يأتي لأ إحنا بنبص في المرايا إحنا ستات نحسين وشك ورد وعني كي بتبرؤ وإنك صغرتي وإنك خفيفة وإن نفسك بيتخذ للآخر وإنك بعيتي عندك إنجاز وإنك شايفة كل قهوة طعمها مختلفة صوتي بيتغير لما أرد في التليفون والبرد مايعملش الأثر اللي موجود دلوقتي عندي طبعا ده بيفه المناعة بتزيد يعني بيعمل كده الحب أقوى طاقة في الكون سواء كان قبل الجواز أو بعد الجواز في أي وقت الحب شعور الحب أقوى طاقة في الكون حتى في الجواز أنا بسألك شؤال ده مش شؤال فرماني شؤال عادي تعريف الجواز عن دكتور أمل المحسن هو الإطار الشرعي الوحيد لتكملة يعني لإقامة أو لمعيشة هذا الكائن الحي اللي اسمه الحب يعني ما نهاش الحب يعني ده ابتدى ده عشان يعيش عشان تكون العلاقة من عصافير أفلاطونية فهي بدأت تحس زي ما قالت إنها بتتنفس إنها مستني بكرة إنها دبت فيها الروح أوكي فقالت يا اختي دايو أحب فدايب أحب وكمان لقيت إنه الطرف الآخر بيقول لها إحنا حبينا بعض فمعنا إن إحنا حبينا بعض يعني هم ناس محترمة وعندهم عقيدة وعندهم أصول وعندهم حاجات كتير كويسة فإذن الحب ده آخرته إيه؟ الجواز بس هو راجل عشان قال لها أنا جواز قدام الناس كلها هو راجل وفاهم إنه فيه استحالة استحالة إن الجواز يفضل في السر يفضل يوم شهر سنة خمسة لا أعلم لكن دايماً بفكر منظري إيه قدام ابني منظري إيه قدام ولاد جوزي منظري إيه قدام المجتمع بس في رؤية بيقول لك إنه الحاجة لما بتتعرف بيطعمها بيبوخ لأ أنا سيبك بقى بدا كلام بتاع ناس قاعدة عن مكتب مش قاعدة في الحياة بيقاعدة في القهوة بيقاعدة بتحذر في الكافية لأنه في لازم بتقول لك إنه بيبقى جميل الحاجة للناس ما تعرفهاش يعني لما يكون فيه ريليشن ومحدش يسمع عنها أو فيه جواز كل روايات السليمة من أيام الأبيض واسود لحد يومنا هزها بيموتوا في الآخر لأ بتحصل فيش حد بيفضر يعني مونة وأحمد سلاحظوا الفقار وشدية لا مراطي مدير عام بس في الشغل ما يعرفوش ولكن لأ فيه قصص كتير قوي وفيه حب أفلاطوني وفيه وفيه حاجات كتير بس حب أفلاطوني آه طبعا آه طبعا قدرات أنا قلنا إيه قدرات دي؟ فاكرة زمان وإحنا صغيرين في أول المواسم في أول السنين كنت بقولك مشاعر الإنسان ما بتتحطش في أوالم وكل واحد ليه بصمة لمشاعره ودي معجزة ربنا في خلقه وما فيش حد بيحب زي التاني وفيش حد بيزعل زي التاني حدش بيكره زي التاني وإتنين توقم أو إتنين إخوات أو أي حاجة في الدنيا طريقة حبك غير طريقة حبي مع أنك تسأيل حاجة حلوة يا مالي أنا أنا بقول حاجة حلوة طول الوقت يا سيدي على طول بقول حاجة حلوة أنا على طول بقول حاجة حلوة بسي من آخر يا مونة يا مونة لازم تنقشي فكرة ماذا لو ماذا لو مراته عرفت أو الولاد عرفه طبعا قدها ولا مش قدها الله يقولت كده طيب ماذا لو ماذا لو اتجوزتي وعدتي مبسوطة شهرين ثلاثة وبعد كده بقى لقيت نفسك الحتة اللي أنا كنت بتكلم عليها اللي هي مالهاش اسم دي يانهاري سود ده بقى له يومين ما جاش يانهاري سود ده دلوقتي زمانه معاها مع كل تقديري واحترامي ليكي دي غنيزة لو مراته عرفت ردف عليها يكون أعمل ازاي أنا رأيي في الآخر غير تهويل احنا بنقول لها بس خلي بالك يا جماعة عشان الصدمات هي قدرة يعني يا شاب بسي ربينك فينا شر الوجع النفسي اللي ما بيتحطش في أولب برضو أنا رأيي يحصل تمهيد لو الثقافة تسمح ثقافة ايه؟ ثقافة انه مرات اخويا المنتقل احنا أولى بيها المنتقل؟ المنتقل اللي هو المات تنتقل؟ لأ أيوة يعني هي بقى تنتقل مرات هوا هوا يبتدي هوا الراجل تنتقل من العيش بجانبنا حتى لا يتعلق بها زوجي شفت انا بقى شفت انا لفتلك ازاي تروح تقعد معه الحقود مرحماتك يمشي مرحماتك يحد يسليك في البيت لا برضو ده كل ده غلط انا عجمي قوي تشبيهي قالته انا بقوله واصحابي كتير بيقوله واشهر واحدة كانت بتقوله الناس كلها فاكرة انا بقول يا جماعة هو منتقل الى رحمة الله هي تنتقل للعيش بعيد عن اخوه اخو المنتقل الى رحمة الله ممكن تروح تقعد عن دحماتك لا 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 عشان تخليلي انا جوزي ثانية واحدة بس ده كلام مش هيستبق خلينا بس نقول ايه اللي ممكن ايه يا امان ايه اللي قابل للتطبيق اه فيه جملة عجبتني كنت بقول جملة بيقولوها انا شخصيا بقولها اه وصحابي كتير بقولها ومنهم شخصية شهيرة بتاعت صاحبتي يعني زمان بتقولها ايه با الحب ده وانا قلت كتير في برامج الحب شعور من شبه وشعور وصاحبتي هالا عمر قالت كأنك ماشي وقعت عليك بلكونة كأنك ماشي وقعت عليك بلكونة خلاص قدرك هلقيت كده بعد الابراج دي لانه هو كده هو حاجة من الحب الحقيقي الحب الحقيقي شعور بالشبه وشعور لليه سبب ولا ليه دراسة ولا ليه اي حاجة زي ما هي كتبت لما ربنا بيحفلة برحمته بنقابل شخص مناسب زي ما هي كتبت كده مالوش مالوش كتلوب ده حقيقي طب ما هي كتبت كده يا باي بتحب حب حقيقي كويس اوي فبقين انتي انا بكلمها بقى بلغتها بقين انتي كتبت كده وانا بقول كده وصحمة كتير بيقوله كده فانا بقولك لو هو ما تدكيش حقوقك الشرعية زي ما بيدي مراته دي ارجوكي اثبوتي نفسك ما تعمليش مشاكل لازم تبقى عارفة هتتقابله فين هيبقى ما فيش خروج لان لو حد شافكو يعني هتبقى حياتك منتقصة يعني انتي بتقولي عايزة عايش حياتي واحس بان بتاع وسن الاربعين انا عارفة كويس وفيه كتب ودراسات مش حيقدر يديك اللي انتي عايزة كمان يا مونة بص يا حبيبتي بعد عشر سنين ربنا يدينا العمر هيبقى عندك اربعة وخمسين سنة احتياجاتك هتتغير حتبقى عايزة ونس اكتر من حركة طبعا لا واحد يخدمني وانتي عندك خمسة وستين فكري هالاحتياجات المرأة وهي عندها اربعين سنة زي عندها ستين سنة قدراتك على العطاء والتحمل والاستيعاب والصبر قلت كل حاجة وانتي عندك اربعين سنة زي وانتي عندك ستين سنة انا بقولك لا قلت كل حاجة ما تقوليش ما انا بقولك لا انا هسألك سؤال واحدة اختل بي اوكي خلاص بس انا عايزة تغرأت لا انتي قلت كتير هو سؤال واحد بس تتجوزوا ولا لأ يا دكتور امل يا عيلا هو قالها انه قادر قلبه الكبير اسم الله عليه يساع الاتنين لازم تبقي عارفة يا مونة ويا كل ستات العالم ان طبيعة الرجل غير طبيعة المرأة الراجل يقدر يحب ويخلص لا اكتر من امرأة ماديا يقدر لكن القلب يحب واحدة بس ده في الستات وفي الرجال عشان النسب عشان الرحم عندك انتي بس عند المرأة بس ويا مونة انتي عندك اربعة واربعين سنة جاهز ان انتي بتخلي فيش الراجل مفيش الا واحدة كده يحبها وتريحه مايشوفش غيرها مش موجود في العلم يا سالي اوعى اصر امرأة اكي عارفة رصتك فراء العظيم مش موجود في العلم يا سالي مش موجود في العلم ولا في الدين ان الراجل يقدر مايحبش غير ستة واحدة في استثناءات مامتو عارفة بابا يا الله ارحمو كان كده في ناس كده طب يا ستي بتدافع عنهم ليه انا بدافع عن الرجال عشان ده علم لا احنا مفهود نقفل عليهم ماي ونور لقولهم ان ده مش طبيعي مش حل عشان مايعملوش كده مش حل اصر الراجل ده ابيك بايبي لو عوتي على حاجة وعلمتي حاجة سيفتكر ان هو ده العالم كله انتي تبقي ستة فري انترستنج وتبقي بالنسباله امه وزوجة وحبيبة وعشيقة واخته وصاحبه وصاحبه الجدع والله هي حسنة وما تبقيش نكادية وما تبقيش متحسبي حساب الملكين عشان مايتفشش ويلقي واحدة تقوله وده انت وانت هبقى روقة بس مايتجوزش نورتين يا موالي انا هغير المفاهيم دي كلها خالص استنونا بعد الفاصل انا مش هجيب أمان وحصة تاني خالص ما تيجوا نقول الحقيقة عايز اقولكوا ان فيه ناس كتيرة جدا خاصة في القريف لما ابنها بيتوفى وتبقى امراته أرمالة بنعمل ايه بنجوزها أخوه عشان العيال يتربوا معانا وزيتنا يبقى في دقيقنا وفيه ناس تانية بيتشروطوا عليها كده على أرمالة ابنهم انها لو هتتجوز حد تاني لا سيب لنا ولاد ابننا احنا اللي هنربيهم مادام مونة صاحب القصة النهاردة موضوعها مختلف شوية وعايز اقولكوا ان هي كان بتتفرج على حلقات قصة حقيقية وسمعتنا في حلقة واحنا بنقول انه مش لازم الأرمالة تدفن نفسها بالحياة بعد وفات جوزة وده حقيق عشان بعد كده ما جيش تقعد تقول انا ضحيت وانا تعبت وانا ربيت وتحمل مسئوليتها في كل حاجة وتضحيتها على أولادها بس مادام وانا احنا ما قلناش ان هي تشوف حياتها في السر والله ما قلنا كده عمرنا ما هنقول كده ولا ان هي تتجوز اخو جوزة من ورا الناس لمجرد ان هي مش قد المواجهة احنا كل اللي قصدنا بكلامنا ان هي تشوف وحد ابن حلال يكون بيحبها ويكون ظروفه زيها من غير ما تيجي على ايه على ناس تانية زي مثلا يكون أرمل زي حضرتك مطلق او حتى ما تجوزش قبل كده تكوني أول واحدة في حياتي ودي حاجة حلوة بس انا مش مع فكرة انه انا خلاص لقيت الحد المناسب في الوقت الغلط مش عكس مع كده الانسان الصح بيجي في الوقت الصح او اني مضطرة اعمل حاجة في السر لان المجتمع والظروف مش هيساعدوني وابقى عيشة خايفة لأ اللي بيعمل حاجة صح دازم يكون مستعد ان هو يواجه بها العالم كله مش خايفة يا اما يبقى بيعمل حاجة غلط مش قدر مواجهة وعشان احنا ما نقدرش نحكم عليكي واحنا هنا ما بنحكمش على اي حد بعت لنا قصة في قصة حقيقية بالعكس احنا بنفكر معاكم بصوت عالي انا اسألك كام سؤال تعالي نتكلم بالراح واجابتك عليهم بينك وبين نفسك كده هي اللي ممكن تساعدك انك تخديق قرار انتي قلتي مستحيل تقدري تتجوزي اخو جوزك لان مراته صاحبتك جدا صاح وعلاقتك بيها كويس غير ان انتي مش هتقدري كمان تتحملي مواجهة ابنك طب ولاد جوزك طب يا طرى هتعملي ايه بقى لو اتجوزتي اخو جوزك اللي هو عم الولاد في السر كل الناس عارفوا انكم متجوزين هتعملي ايه ساعد احنا شفنا كتير ناس كانوا متجوزين في السر عاملين كل احتياطاتهم بقى عشان الجوزة دي ما تتعرفش وفي منهم اللي والله انا بحلفلك اهو كان عنده نفس البونطلان اتنين نفس الشميز اتنين الكرافات اتنين واحدة عندي دي واحدة عندي دي واللي بيجي بي بيروح بي عشان حتى لو اتوسخ يعرف يلبس التاني بتقفش وفجأة نلاقي ظرف بيحصل ولا كان في بالنا والموضوع بيتعرف زي مثلا ان الزوج تعب لقدر الله توفى وهو عند امراته اللي متجوزة في السر كارثة او ممكن يبقى مليون احتمال تاني محدش ممكن يبقى حطه في جماغه او بيفكر فيه فجأة بيحصل كل حاجة بتتعرف ساعتها بقى الستة الجميلة اللي عندها 44 سنة اللي بتشتغل شغلانة حلوة اللي السنة مش باينة عليها وعارفة ان هي في كامل انوستها هتتصرف ازاي طب هتواجه ازاي طب هتقول لمرات اخه جوزها وعياله وعيال جوزها وابنها ايه طب فكرتي بقى في صدمة مرات جوزك فيه وفيكي طب ايا ممكن تعمل ايه ساعتها ايه اللي ممكن يحصل ليها وليكي طب فكرتي بقى في ولاات جوزك طب رد فعلهم هيبقى ايه ناحيتك ناحية ولادك بعد بقى ما هيبقى في نظرهم انتي الست اللي خطفت باباهم مش مرات عمه طب ولاات جوزك رب تسيهم هو بقى يعتبروك انهما امهم هيفضلوا برضو شايفينك مامتهم الحلوة المحترمة الجميلة اللي تعبت عشاننا بعد ما تتجوزي عمام في السر طب ابنك اللي خلفتيه بقى من جوزك الاولاني هيحصلوا ايه بعد كل ده ده ترومة كارسة هيحصل كارسة صدمة هيفضل عايش كده في امان طب هو هيعمل ايه مع عائلته التانية اخواته وعائلته هيا مونة انت قد الاحتمالات دي كلها احنا برضو زي ما بنفكر في مشاعرنا والقارات اللي هتريحنا والحب بنزل علينا فجأة بنفكر في العواقب اللي هتيجي وارا الكلام ده نشوف انا قد اني ادفع التمن ده ولا لا قدو اعمليها وفي العلن لو هي وفقت مش قدو وسمعتي معايا كمان نصيح دكتور امل في الفقرة اللي فاتت هستنى منك رسالة جديدة تطامنيني فيها عملت ايه وعايزاكوا كلكوا جاوبوا على الديبيت او النقاش اللي حصل ما بيننا في البرنامج انه في فريق بيقولك عادي فريق بيقولك لا لو جوزك جي قلك في يوم الايام انا اخوي متوفي ولازم اتجوز مراتو عشان نلمش عمل العيلة رد فعلا كايباقي بعتولنا على انستجرام على السوشيال ميديا كلها على الواتساب مستنينكم في قصة حقيقية عشان هنا بس بنقول الحقيقة باي باي